كاملها في الجزئة دي بس أنا حخصصا اللاعب واحد لو سألتك أي حد متابع للقرى المصرية قبل ما نصل مهار يجي الزمالك ايه أبرز عيوب ناصر حتقولي أنه هو مش فعال أو عجون كتسديد والحدي تطنينا اللقاء البدنية دايما بيجا ايه على نصر شرطة تانية وتلاقيه هدي شوية يمكن مشكلة اللقاء مش عارفة تتحلي يعني ما زال بيجي برضو على الدقيقة 60-70 كده وتلاقي الدنيا هديت لكن مشكلة التسديد بدأت تتحلي جدا في الزمالك شفنا هدفه في الاتحاد السكندري شفنا بدأ يكون فعال على المرمى في المركز ده تعال نشوف هنا أرقام محاولات الزمالك ونشوف نصيب ناصر مقهر منها قد ايه يعني الزمالك في اللقاء ده عمل 12 محاولة على المرمى 12 محاولة على المرمى ده رقم كبير تشوف الصورة اللي بعدها اللي بتشرح ده هنا من ده من عشرة الكربة من عشرة في الديام من 30 ل 45 كان الزمالك عمل 9 محاولات على مرمى سيراميكا كله بطر تعال نشوف بقى ناصر هو مين أكتر حد ساهم في الزمالك في أنه يرفع الإحصائية دي الصورة اللي بعدها هنا فردية مين أكتر لعبين مساهمة خمس محاولات لناصر ماهر منهم أربعة على المرمى واحدة برس 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 المرمى مش هنجيب لها لقطات بس أنا عايز أقول أن من ضمن الحاجات مميزات لعب تلعب لفريق كبير تشوف فين مشاكلك قبل ما تنضم للفريق كبير ده وتصلح وده اللي عمل لناصر ماهر وأنا بحيي عليه طيب عايز أسمع منك حاجة لديه عشان أروح لفصل وأرجع لك للأهل اشتركوا في القناة